مرحبا بكم أيها الرائعون في قناتكم English Said لتعلم اللغة الإنجليزية في هذا الدرس سوف نتعرف على Adverbs of Frequency سبق أن تعرفنا على Adverbs of Place and Adverbs of Time أما في هذا الدرس فسوف نتعرف على Adverbs of Frequency بمعنى How often does an action take place in your life بمعنى كم من مرة تقوم بفعل شيء معين في حياتك لكي تقول أفعل ذلك الشيء دائما أو أحيانا أو نادرا إذن هذا هو عنوان الدرس Adverbs of Frequency وهو درس مهم جدا لأننا نحتاج Adverbs of Frequency كثيرا في تواصلنا اليومي باللغة الإنجليزية قبل أن نذهب إلى الدرس لايك للفيديو والاشتراك في القناة إذا كنتم مشاهدين جدود والآن هيا إلى الدرس إذن ركزوا معي جيدا لأنني في نهاية هذا الدرس أريدكم أن تعطوني أمثلة في التعليق باستعمال Adverbs of Frequency كما أنني في نهاية الشرح سوف أقوم بكتابة نص قصير باستعمال Adverbs of Frequency لكي تستفيدوا بشكل جيد لذلك شاهدوا الدرس حتى النهاية ننتقل الآن إلى الفعل الذي نقوم به بشكل دائم إذن حينما نعبر عن فعل نقوم به بشكل دائم نستعمل Always Okay مثلا I always go to school أنا دائما أذهب للمدرسة إذن هذا الفعل نقوم به بشكل دائم Okay 100% بنسبة 100% I always go to school إذن حينما تريدوا أن تقول دائما تقول Always I always go to school نمر إلى الفعل الذي نقوم به بشكل شبه دائم أي بنسبة 90% هنا نستعمل Usually بمعنى غالبا Usually Okay مثلا She usually Get up at seven هي غالبا تستيقظ عند السابعة She usually بمعنى غالبا Okay بنسبة 90% أو 85% She usually gets up at seven صباحا مثلا إذن حينما نريد أن نقول دائما نقول Always وحينما نريد أن نقول غالبا نقول Usually Okay I usually She usually Gets up at seven نسبة 80% نختار لها كلمة Normally Normally بمعنى عادة Normally مثلا I normally I normally Go to sleep At nine أنا عادة أذهب للنوم عند التاسعة I normally Go to sleep At nine بمعنى أنا لا أذهب للنوم عند التاسعة دائما ولا غالبا ولكن عادة Okay بنسبة 80% I normally Go to sleep At nine وفوق المتوسط أي بحوالي سبعين بالمئة نستعمل Often إذن فوق المتوسط إذا كنت أفعل فعلا ولكن بشكل أكثر من متوسط نستعمل Often مثلا They Often ويمكن أن ننطقها Often Okay Often أو Often They often spend weekends at home إذن They often spend weekends at home إذن spend They spend يقضون نهايات الأسبوع في البيت They often spend weekends at home They often أحيانا They often spend weekends at home جيد الآن نمر إلى الفعل الذي نقوم به بشكل بشكل وسط ما هي الكلمة التي نعبر بها عن هذه الحالة إذا كنت أفعل فعلا ولكن بشكل بشكل متوسط بنسبة خمسين بالمئة نعم إذن نستعمل Yes sometimes مثلا نقول sometimes I watch movies إذن أحيانا أو في بعض الوقت sometimes I watch movies أشاهد الأفلام إذن بنسبة خمسين بالمئة بنسبة خمسين بالمئة sometimes I watch movies sometimes I watch movies إذن إذا كنت أفعل فعلا ولكن بشكل ليس دائم ولكن بنسبة خمسين بالمئة أوكي ليس كثيرا وليس قليلا بنسبة خمسين بالمئة نستعمل sometimes بمعنى في بعض الأحيان ليس دائما وليس غالبا ولكن ولكن في بعض الأحيان إذن sometimes أحيانا وأحيانا sometimes بنسبة خمسين بالمئة sometimes I watch movies أوكي أما الفعل الذي نردده بنسبة حوالي ثلاثين بالمئة بمعنى أقل من خمسين بالمئة قليلا نستعمل له كلمة occasionally أوكي occasionally بمعنى في بعض الأحيان occasionally مثلا they only meet occasionally they only meet occasionally بمعنى ليس بنسبة خمسين بالمئة ولكن أقل بقليل they only meet occasionally يلتقون فقط في بعض الأحيان occasionally وأقل قليلا بنسبة تتراوح ما بين عشرة بالمئة أو خمسة عشرة بالمئة نستعمل seldom إذن إذا كنا نردد فعلا بنسبة عشرة بالمئة أو خمسة عشرة بالمئة في حياتنا فإننا نسعمل seldom قبل ذلك الفعل مثلا he seldom goes to the library he seldom goes to the library إذن هو يذهب إلى المكتبة ولكن حينما ندخل seldom فهذا يعني على أن ذهابه للمكتبة يتراوح ما بين عشرة بالمئة إلى خمسة عشرة بالمئة بمعنى أنه يذهب بشكل شبه منقطع أوكي بمعنى أنه نادرا ما يذهب إلى المكتبة he seldom goes to the library أما إذا كان قليلا جدا بمعنى نادرا بنسبة خمسة بالمئة فإننا نستعمل rarely أوكي rarely مثلا I rarely listen to the radio بمعنى أنا نادرا أستمع للراديو I rarely listen to the radio أوكي I rarely listen to the radio بمعنى نادرا I rarely listen to the radio أما إذا أردت أن أعبر عن أنني لا أفعل ذلك الفعل إطلاقا فنستعمل قبل ذلك الفعل never بمعنى إطلاقا أو أبدا أوكي never مثلا I never go to جيم جيم I never go to جيم أنا لا أذهب لنادي الرياضة I never go to جيم I never go to gym or I never listen to the radio I never go to sleep at nine etc أوكي جيد هذه الكلمات باللون الأحمر always usually normally often sometimes occasionally seldom rarely and never نسميها adverbs of frequency بمعنى أننا نستعملها مع فعل لكي نبين كم مرة نقوم بذلك الفعل هل دائما هل غالبا أو لا نفعل ذلك الفعل إطلاقا إذن هذا هو الدرس الخاص ب adverbs of frequency والآن هيا إلى النص الذي وعدتكم به Hello My name is Michelle and I'm English I'm 27 years old and my birthday is on the 15th of May I always go to work in the office but it's boring Sometimes I go to the cinema after work Also once a week I play tennis At the weekend I'm always busy On Saturdays I often go to the gym and usually meet friends On Sundays I usually clean the house and iron the clothes I always watch my favorite TV programs in the evening but I never play computer games My brother always plays computer games I always go on holiday once a year to Spain or Portugal because I love the hot weather إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس آمل أنكم قد استفدتم لا تنسوا أن تضعوا لي أمثلة في التعليق باستعمال adverbs of frequency شاركوا هذا الدرس مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة وإلى أن نلتقي بحول الله في درس جديد أراكم بخير أراكم في القناة في القناة في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر